النهاردة اللجنة الخماسية أعملها بالدور على حل في موضوع الكؤوس المختافية لسه مش عارفين يعني هو ده يمكن اللي احنا عايزين نقوله الحضراتكم ان النهاردة بتبحث اللجنة الخماسية الحالية عن حل في موضوع الكؤوس المسروقة خلاص ده أصبح يعني حديث الساعة اختفاء الكؤوس دي أزمة مش هتمر مرور الكرام النهاردة اللجنة الخماسية وعلى رأس طبعا يعني الحلول دي خلينا نقول انهم دي يكلموا للتحاد الأفريقي علشان يحصلوا على نسخ من الكؤوس اللي تاهت او اللي ضعت او اللي تسرقت فعارفين يعني يمكن او اكتشف ضيعها فده عشان يمكن ترجع تنضم تاني المقتنات الجبلية الأزمة دي كانت أزمة خلال الأيام اللي فاتت في كتير من الجوائز والهدايا القيمة والرسمية والمهداء يعني حصلت عليها المنتخبات الوطنية على مر التاريخ سواء زي ما قلنا هدايا شرفية هدايا رسمية وفيه طبعا كاس بطولة 2008 المثبت سرقته في محضر رسمي ووفق طبعا اللي ذكره اللي هو ثروة السويلا من المدير التنفيذي السابق للجبلية فالنهاردة بيوجدوا حلول الأستاذ واليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكورى قال إنه مسألة التحقيقات الجرية بشأن ضياع أو فقدان مقتنيات الجبلية دي لا يعني أننا نقف صامتين لذلك بيسعوا النهاردة يوفروا الكؤوس دي بالتعاون طبعا لاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف وبعد طبعا ما أبدأ الأخير رغبته إنه هو يساعد مصر فعلا في إعادة مقتنياته اللي ضاعت بالطريقة اللي يعني تضمن تعويض الخسائر اللي تعرضت لها الكرة المصرية خلال الفترة اللي فاتت موضوع موضوع أنا بالنسبة لي موضوع غريب جدا ولكن احنا بنشوف الموضوع يمكن زي ما احنا قلنا خلاص اتحاول من النائب العام والنائب العام حواله للنيابة العليا للأموال العامة فبقى الموضوع خلاص دخل في الجهات الرسمية نشوف إن شاء الله الأمور هتوصل لفين وممكن جدا النهاردة اللجنة كمسية بتخاطب التحاد الأفريقي إنهم يجيبوا نسخة من كاس 2008 لكن كل دوت مش هيعود طبعا الخسارة الكبيرة والتاريخ اللي ضاع للأسف